للأهلي مكسبش سيمبا في مباراة الزهاب في الدول الأفريقية رغم أن الأهلي عمل مباراة هجومية جيدة جداً وراح بأكتر من كورة على المرة رقم واحد يمكن إحنا لديق الوقت والأسباب أخرى يعني مش عارفين مش هنعرف نعرض الحالات لكن في النهاية في النهاية أنت بتتكلم على أنه النادي الأهلي في مباراة حاول فيها النادي الأهلي أنه هو مش بس يكسب لأ هو عاوز هو عاوز يطلع بسكور وعايز يطلع برقم على ملعب بنامين مكبا الملعب اللي الأهلي مقدرش يكسب فيه سيمبا من قبل الأهلي اللي لقى في ثلاث مباريات على نفس الملعب بيخسر في الثلاث مواجهات السابقة لي على ملعب سيمبا فكان عايز يطلع بنتيجة إيجابية الأهلي عمل كل حاجة ممكن تتعامل في المباراة علشان تطلع بنتيجة إيجابية كان فيه أخطاء حصلت الشوط التاني تحديداً لكن وده كان سبب غضب مارسل كولر بعد المباراة قال لهم بالنص قال لهم أين يذهب تركزكم أنتوا إيه المشكلة فين القضاية لما روح بست سبع كرات المفروضة يترجم الأجوال منهم أربع انفراضات سواء لكهرباء أو صلاح محسن تحديداً وكان هو غاضب جداً جداً من إضاعة الفرص وهو قال ده حتى في المؤتمر صحفي لكن بشكل أكتر هدوءاً في غرفة تبديل الملابس كان أكثر عصبية وتعصب جداً على اللعيبة وقال لهم أنا مش عارفة تركزكم بيروح فين إحنا اشتغلنا على ده عملنا كل حاجة في الماتش عشان نخلق الفرص دي اشتغل الراجل وجود ريدا سليم في المباراة علشان يعمل رئة ناحية الشمال أهلي بيلعب كومباكت جيم عشان يشتغل على التحولات استغل أكبر نقطة ضعف الفريق سيمبا وهم الظاهرين الأيمن والأيصر اشتغل عليهم وعمل انطلاقات كتير جداً سواء بيرسي طيب في الشوت الثاني أو ريدا سليم في الشوت الأول خلق فرصة واثنين وثلاثة منه انفراضات صريحة سواء لصلاح محسن أو لكهربا لكن في الآخر لم تسجل هو ده اللي خلق الأهلي ما كتبش سيمبا بش أي حاجة تانية الأهلي عمل كل حاجة في المباراة علشان يوصل في النهاية أنه يسجل في سيمبا أهداف كتير كان عنده أخطاء دفاعية مليون في المية بسبب التمركزات ودخول سيمبا جيد للشوت الثاني لكن في النهاية انت فردت في الفوسبق ديك رغم ان كولر واللي قاله كولر للعيبة انا قلتلكوا كل حاجة قبل المباراة واشتغلنا على كل حاجة قبل المباراة واشتغلنا على علاقات الضعف وقلتلكوا ان احنا هنروح بانفراضات كتير وان احنا هنشتغل كذا المهم تركزوا وده كان سبب غضبه انهو قال لهم كده قال لهم هنخلق فرص كتير لكن المهمة التركيز وجودة انهاء الفرص دي فده كان سبب غضبه ان النقطة اللي اتكلم فيها قبل المباراة هي اللي حصلت في المباراة ومع ذلك اللعيبة قابت ان الاهل يطلع كذبان كتير في المباراة المباراة اللي جاي مباراة العودة المبتلات هيبقى فيها تغيرات التشغيل كتير على القل الأربعة تغيرات على القل الأربعة تغيرات عودة محمد عبد المنعم عودة علي معلول مين بقى اللعيبة اللي هم قريبين جدا اللي هم ما يخشوا يمام عشور بنسبة كبيرة جدا هيدخل في التشكيل الأساسي مروان عطية وارد ده لسه من اللعيبة اللي لسه جاري التفكير فيهم ولاعب من الاتنين ما بين حسين وريدا سليم وارد حسين هو اللي يبدأ المباراة لان المباراة بشكل مختلف تبشترع بكمباكت جيم وهتبتلت تشتغل على التحاولات رغم تقلق ريدا سليم لكن وارد جدا تلاقي حسين فأنت بتتكلم على من 4 ل5 تغييرات فأنت تدوص الفرقة بالكامل هتتغير في مباراة العودة يوم الثلاثة إن شاء الله ليه مش حسين الشحات وريدا سليم على اليمين يا حسين الشحات وريدا سليم على اليمين وبرسي تاو مهاجم وارد وارد الراجل فكر فيها لكن هو شايف أنه توهج بيرسي تاو وهو مقتنع تماما أنه حسين ممتاز ردا سليم ممتاز لكن ما فيش حد زي بيرسي تاو في الأهل هو شايف أن كواليتي مختلفة وبرسي تاو يوجيد مع مارسي الكولر في كل الأوقات فشايف أنه اللعابي الأساسي بتاعه في الجناح اليمين هو بيرسي تاو فإنه ليه أخسر بيرسي تاو مش مشكلة في جودة تاو في المهاجم لا هو مش عايز يخسر حتى وإن كان ردا سليم ممكن يلعب في اليمين وحسين الشحات يلعب في الشمال ومقتنع جدا بالفكرة دي منازمة وجربها أكتر من مرة في التمرين أن تاو يلعب مهاجم ووارد جدا أنك تلاقيها موجودة خاصة أنه زي ما قلت لك كان غاضب جدا من كهرباء كان غاضب جدا من صلاح محسن بعد المباراة في ظل أن لسه مودست تعمله العينة وطلعت سلبية وارد جدا ما يكونش جاهز لمباراة التلات فوارد كمان ما يكونش مودست موجود وفي غضبه على اثنين مهاجمين فدي فكرة وارد أنه يتم تحقيق لكن اللي أنا بقوله لك من اللي بيحصل في التمرين ولي بيحصل في المرات اللي فاتت هو شايف أنه الجناح الأيمن الأساسي للنادي الأهلي هو بيرسي تاو